فرنسا وبريطانيا تدفعان الاتحاد الاوروبي لرفع حذر توريد الاسلحة للارهابيين في سوريا عنوة في مخالفة لكل ما التزموا به سابقا وهو طعن للاتفاق الروسي الامريكي ومحاولة لاجهاض المؤتمر الدولي حول سوريا الذي لاقى ترحيبا دوليا واسعا فيما كان وزيراء الخارجية الروسي سيرجي لافروف والامريكي جون كيري يجتمعان في باريس ويبحثان التحضيرات لعقد المؤتمر الدولي حول سوريا والتي وافقت عليه الحكومة السورية من حيث المبدأ كان الاتحاد الاوروبي يطعن هذا التقارب من الخلف ويطلق النار على عجلات العربة المقرر ايصالها الى جنيف مرة اخرى لتثبيت الحل السلمي للازمة في سوريا فنزولا عند رغبة وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ المدعوم من شريكه الفرنسي لوران فابيوس قرر الاتحاد الاوروبي رفع الحظر عن توريدات الاسلحة الى العصابات الارهابية رغم محاولة النمسا وتشيكيا وبلجيكا ابقاء الحظر والتي رفضت ارسال الاسلحة الى سوريا حتى بعد القرار الاخير الاتحاد الاوروبي وافق على انهاء حظر تسليح المعارضة السورية والابقاء على جميع الاقوبات الاخرى المفروضة على سوريا هذه النتائج التي ارادتها بريطانيا علنا اذا فتح الاوروبيون باب التسليح للعصابات الارهابية مشرعنين ما كانوا يفعلونه في الخفاء ليقتلوا المواطنة السورية مرتين مرة بالتسليح واخرى بابقاء العقوبات الاقتصادية الظالمة ليكونوا بذلك قد خالفوا كل ما سبق والتزموا به من ميثاق جينيف الى مبادرة المبعوث الاممي السابق كوفي عنان والحالي الاخضر الابراهيمي من دون ان ننسى ان الاسلحة تصل الى العصابات الارهابية باعا عبر تركيا وقطر والسعودية فهل سيضمن الاتحاد الاوروبي الغارق في ازماته التي تبدأ من المالية منها ولم تنتهي عند قتل جندي بريطاني بالصواطير ومحاولة قتل اخر فرنسي فهل سيضمن عدم عودة هؤلاء الارهابيين الى اوروبا المهزومين في سوريا لا محالة